وبينما كانت الثورة في أنفوانها وإذا بالإمام الشرازي يسقط شهيداً مسموماً في السابع عشر من آب 1920 يعني بعد شهر، أربعين يوم فاستلم الزعامة بعده الشيخ فتح الله الإصفهاني الملقب بشيخ الشريعة والذي قاتل في الفاو في البصرة في الشعيبة أيضاً ولكنه ما لبث أن توفي بعده بأربعة أشهر في 18 كانون الثاني من العام نفسه مما سدد للثورة ضربة قاسمة وسمح لبعض القيادات والتنظيمات الحزبية الأخرى أن تقود الثورة إلى حيث ما تريد وبعد القضاء على الثورة المسلحة بدأت بريطانيا تتكلم بلغة جديدة فقد أصدرت العفو العام عن الثوار ورضخت بين قوسين ورضخت للشعب في تلبية مطلبه في تعيين فيصل ملكاً على العراق جاءت كأنه انتصار لثورة العشرين ماذا تريدون؟ تريدون ملك عربي هذا الملك عربي اتفضلوا وفي الواقع لم تكن هذه العملية إلا مسرحية حققت بريطانيا أهدافها من خلال بعض العملاء أو الوطنيين السلزج الذين لم يفقهوا في السياسة كثيراً الذين لم يعلموا ببواطن الأمور ولم يطلعوا على حقيقة فيصل وإلاقاته الوثيقة مع قوات الاحتلال إذ لم يكن سوى كفاز كشيب لأصابع الاستعمار البشعة يقول نائب الحاكم العام في العراق في تقرير إلى رؤسائه إن فيصلاً هو الوحيد الذي يدرك المشكلات العملية في إدارة حكومة متمدنة بموجب الطرق العربية وإنه لا يخطأ في التقدير بأن المساعدة الأجنبية أمر حيوي لاستمرار وجود دولة عربية كما أنه يدرك الخطر الذي ينجم من الاعتماد على جيش عربي ما يصير يسوي جيش عربي يعتمد عليه فإذا قدمنا إليه إمارة العراق فإننا لا نسترجع مكانتنا في نظر العالم العربي في حسب ولكننا قد ننجح إلى حد كبير في القضاء على هذه التهمة التي قد توجه إلينا خيانتنا لأهل هذه البلاد لا نحن نصير شرفاء ونصير محترمين ونفي بوعودنا وهذا الملك اللي تردوه جبنا لكم إياه شوفوا اللعبة عن كيف كانت وقبل أن يدخل فيصل العراق قام بجولة سياسية إلى لندن عاد بعدها مع خطوط سياسته العريضة عاد على متن باخرة عسكرية بريطانية ليبدأ تشكيل أول حكومة عربية بين قوسين من عناصر حزب الأهد العميد تحت إشراف مستشارين إنجليز هذه مقتطفات من كتاب تجربتان في المقاومة لأحمد الكاتب الصادر عام 1972 بيروت سلسلة نحو حضارة إسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم